متابعي قناة أسرار النجوم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ما تنسي واجدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس بيتوصلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية موضوعنا لليوم على الممثلة التونسية ربيب الماجري اللي عرفناها في سلسلة شوف لي حل من خلال دور سنية بنت الفلاح الدور اللي نجحت فيه برشا لكن رغم النجاح الكبير اللي عاشته سنية بنت الفلاح إلا أنه ما شفناها في حتى دور أو عمل تونسي آخر وبعد غياب طويل عن التلفزة التونسية والإعلام دامة حتى أكثر من 14 سنة تعود ربيب الماجري من جديد لتثير الجدل وتتعرض لحملة انتقادات شرسة بعد نشرها لمجموعة من الصور أثناء أداءها لمناسك العمرة أبدو العديد من رواد مواقع تواصل اجتماعي استغرابهم لتريقة لباسها أثناء أداء لمناسك العمرة وإنها كانت غير محتشمة وغير لائقة ببيت الله الحرام لكن اليوم من خلال حضورها مع هاديس عيم في برنام شكرت سيم الفهري على قناة الحوار التونسي فجرت ربيب الماجري لأول مرة سلسلة من الاعترافات الصادمة والسبب الحقيقي وراء غيابها عن الساحة الفنية واعتزالها التمثيل وين قالت ارتبط باللعب الدولي لكرة القدم لعب النجم الرياضي الساحلي عمار الجمل قالت بعد ارتباطهم كان شرط عليها إنها تعتزل التمثيل فأنا اخترته هو وبحثت على الميدان تماما لكن عمري ما كنت نتصور إنه يكون سبب تعاستي وتدمير حياتي هو كان أول راجل في حياتي حبيته برشة عمري لا مش نسامحوا على اللي عملوا فيها بعد ما احتفلنا بخطوبتنا تغير برشة وقام بأفعل ما نجمتش نسامحوا عليها خليتنا في النهاية ننفصله خاطر استحالة إننا نكملوا مع بعضنا